قال ييسيان ليانغ السفير الصيني لدى سريلنكا التي شهدت فيضنات وانهيارات طينية خطيرة قال إن الصينة لاهتماما بالغا بسريلنكا مشيرا إلى أن الحكومة الصينية بعثت رسالة مواساة للجانب السريلنكي وقررت نقل خيمات وسر وغيرها من المواد الإغاثية الأخرى على متن طائرة مستأجرة إلى المناطق المنكوبة يجرى حاليا شحن هذه المواد في شانخي وستصل إلى كولومبو في غضون يومين كما قدمت اللجنة الصينية لصريب الأحمر مئة ألف دولار لمساعدة المناطق المنكوبة في سريلنكا وسنقدم لمزيد من المساعدات في المرحلة المقبلة في حال تضاعفت القوارف بالإضافة لذلك تكون سفارتنا وشركات الصينية والمغتربون الصينيون في سريلنكا بالتبرعات النالية وحتى المشاركة في عمليات الإغاثة لذا حذية الروح الإنسانية وصداقة تقليلية بين البلدين بالتقريل العالي لدى مختلف الأوساط في سريلنكا وهم يشعرون بأن الصين حكومة وشعبا صديقتهم الحقيقي ترجمة نانسي قنقر